بعد صدمة اخراج مؤشر دافوز الجامعات العراقية من التصنيف العالمي لجأت وزارة التعليم العالي الى اسلوب الخداع والاحتيال والتصنيفات الوهمية لتغطية على هذه الكارثة بحق التعليم في العراق كما يصفها مهتمون بالشؤون التعليمية نقابة الاكاديمين العراقيين كشافت ان التصنيفات التي تتنافس عليها الجامعات العراقية هي في الغالب وهمية وتعتمد على مواقع الالكترونية غير معروفة وتسوق للجمهور العراقي على انها تصنيفات معتمدة تؤكد النقابة ان وزارة التعليم العالي باتت عبارة عن مؤسسة للترويج لبعض المواقع الالكترونية والمكاتب التي تمارس الاحتيال الاكاديمي في كتابة البحوث والاطروحات لنيل شهادات الماجستير والدكتورة مبينة ان عدد هذه المكاتب يصل الى 600 داخل العراق وخارجه نقيب الاكاديميين مهند الهلال اكد ان ما يجري في قطاع التعليم يعد جريمة ممنهجة حيث يوجد نحو 80 الف شهادة ماجستير ودكتورة منحت عن طريق مكاتب الاحتيال التعليمي اليوم بيع الاطاريح بيع الرسائل الماجستير يرقى الان يكون جريمة اخطر من جريمة الاتجار والعمل بالمخدرات لان هذا الموضوع يحاسب عليه القانون سيد رئيس دارة البعثات في وزارة التعليم العالي قال هناك اكثر من 100 الف اذا حصلنا على 80 بالمئة منهم فنحن بحالة جيدة وينسحب الفساد المستشري في مفاصل الدولة كلها على وزارة التعليم العالي التي تخلت عن دورها التخطيطي والرقابي وسمحت لجهات غير تخصصية خارج الوزارة باجراء معادلة الشهادات حتى لو كانت مزورة وبدل ان تساهم الجامعات الاهلية في رفع مستوى التعليم عن طريق التنافسية الاكاديمية حولت التعليم الى سلعة تجارية عبر كليات اشبه بالدكاكين المملوكة لميليشيات واحزاب متنفذة كما اقر بذلك نواب ولجان منها لجنة الصحة النيابية وكأن الاحزاب لم يكفيها التدمير الممنهج للتعليم في العراق عبر السنوات الماضية حتى وصل بها الازدراء لهذا القطاع الى درجة تسليم وزارة التعليم العالي لقيادي ميليشيوي يحمل شهادة غير معترف بها وكما يقول مراقبون لو لم تكن هناك وصمة عار للتعليم في العراق الا تسلم نعيم العبودي الوزارة لكان ذلك كافيا